اللعب عربي بدر اللعب عربي بدر هو تحت 17 سنة كان بيلعب مع فريق 2001 وبيلعب أيضاً مع فريق 97 بيتم تصعده الفريق 97 خاد البطلتين مع الفريقين فريق 2001 ومع فريق 97 وانتظروا هذا الاسم عربي بدر أيضاً من اللعيبة اللي تم تصعدهم مع الفريق الأول في معسكر أسبانيا ومشاء الله مرت اللصارتي بيشيد كمان بكل اللعيبة للصعادة أمثال مصطفى شبير عندنا أحمد طريق سليمان فيه كمان زي ما قلت لمصطفى شبير وعربي بدر من اللعيبة المميزة وكمان مرت النصارتي أسنع عليهم في معسكر أسبانيا في المعسكر المقام كان من الفريق الأول وزي ما احنا شافين حضراتكم دي لقطات من معسكر أسبانيا أو معسكر النادي الأهلي في أسبانيا فانتظروا هذا الاسم عربي بدر فيه برضو من ضمن الحاجات المهمة جداً السياسة اللي تبعتها إدارة النادي الأهلي ولجنة التخطيط لجنة التخطيط تم تعيينها بقياة الشيخ طاها كان فيه عملية أعراض تمت للدور الممتاز الهدف منها اكتساب الخبرات وكمان عائد ماد كبير شفنا لعبة كتير من لعبة النادي الأهلي تم عارضهم لأنديت الدور الممتاز على سبيل المثال عمر رضوان حارس مرمى الجونة محمد الغندور حارس مرمى جمهورية الشيبين عمر السعداوي زهير أيصر الجونة كريم يحيى باك رايد سموحة أحمد حاتم باك ليفت النجوم محمد حسين عضل مدافع الانتاج الحربي فوز الحناء والاتحاد السكندري عمار حمد الاتحاد أحمد حمدي الجونة أكرم توفيق الجونة محمود الجزار الجونة أحمد ياسر ريان الجونة فعلا لعيبة شو احنا كلنا كجمهير النادي الأهلي وبرنامج الأشبال تابعناهم وزا ما احنا شافين صوارهم عمار حمدي من اللعيبة ماشاء الله نضمت كمان للمتخب الأول المتخب الأولمبي أكرم توفيق شفنا أحمد حمدي الجزار ماشاء الله أحمد ياسر ريان ماشاء الله لمقدي مساعدة يعني رائعة مع فريق الجونة وكان هداف فريق الجونة في الدور الثاني اللعيبة دي ماشاء الله اكتسبت خبرات كبيرة احتكت على مستوى أعلى من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي كمان الهدف في عائد مد كبير عاد للنادي الأهلي من خلال هذه الإعارات